بعد أن كان من أفضل المطارات في المنطقة ها هو مطار بغداد الدولي يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب إغفاقات الخطوط الجوية العراقية وسوء إدارته وأخضاع هذه المؤسسة للتدخلات السياسية يعني الأجانب طرعوا منها على المطار الحلو ها حلو السقوف أجنة النقل النيابية أكدت أن مطار بغداد الدولي متهالك كاشفة عن مخالفات جسيمة ترتكف في المطارات العراقية وصلت لمستوى عدم القدرة على منع تهريب الذهب والأموال مبينة أن مطار بغداد يعاني منذ عام 2003 من استشراء الفساد بسبب المحسوبية والمحاصصة وعلى سبيل المثال وليس حصرا فقد تم تأجير مرآب مطار بغداد بسبعين مليون دينار سنويا بينما تؤكد مصادر مطلعة أن الأرباح تصل إلى خمسة وثلاثين مليار دينار وهما يفسر سبب التنافس السيطرة عليه من قبل الأحزاب وأظهرت صور وفيديوهات نهاية الشهر الماضي فوضى داخل المطار وشجار بالأياد بين مسافرين وعناصر أمن وذلك بسبب تأخذ رحلات المئات من المسافرين العراقيين والأجانب هذا فضلا عن ما حدث في أذار الماضي من تسرب ميه الأمطار إلى صالة التشريفات في مطار بغداد ما أثر موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أسباب إهمال صرح من المفترض أنه واجهة للبلد مراقبون أكدوا أن مطار بغداد أصبح مهددا بالأغلاق وفق ما كشف مختصون قبل أسابيع لمخالفته شروط اتفاقية شيكاغو التي تفرض أن تكون حماية وأمن المطار من قبل شركات مختصة تحمل شهادات في هذا الشأن عقب معلومات عن وجود نوايا للتسليم تأمين المطار إلى وزارة الداخلية ويتحدث مطلعون على شؤون النقل أن من بين أسباب الحضر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية الإهمال الواضح في الاتصالات أثناء القيادة بجانب تدخين بعض الطيارين داخل قمرة القيادة والاستماع إلى الأغاني بصوت عال ما يعكس الحال الذي وصل إليه المطار الوحيد ببغداد وأكبر مطارات العراق بفعلي سوء إدارة الحكومات المتعاقبة واستشراء الفساد ترجمة نانسي قنع